اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله واسبه شعبي العزيز ان التغليد ذكرى ثورة الملك والشعب هي خير مناسبة لاستحضار قيم التضحية والوفاء في سبيل حرية الوطن واستقلاله وهي ليست فقط حدثا تاريخي وانما ثورة مستمرة تلهم الأجيال المتعاقبة بنفس روح الوطنية الحقة للدفاع عن وطن ومؤسساته ومقدساته كما تأتي قبل أيام من الانتخابات المقبلة تتزامن مع مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات في إطار تنزيل النموذج التنموي وتفعيل التنمية الثاق الوطني من أجل التنمية وتتميز هذه الاستحقاقات بإجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية في نفس الوقت في نفس اليوم وهو ما يؤكد أمقا ممارسة ديمقراطية ونجع البناء السياسي المغربي شابي العزيز إذا الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها وإنما يوسيلة الإقابة مؤسسات ذات مصداقية تخدم مصالح المواطنين وتدافع عن قضايا الوطن لأننا نؤمن بأن الدولة تكون قوية بمؤسساتها وبوحدة وتلاحم مقوناتها الوطنية وهذا هو سلاحنا للدفاع عن البلاد في وقت الشدة والعزمات والتهديدات وهو ما تأكد بالملموس في مواجهة الهجمات المدروسة التي يتعرض لها المغرب في الفترة الأخيرة من طرف بعض الدول والمنظمات المعروفة بأذائها لبلادنا فالمغرب مستهدف لأنه دولة عريقة تمتد لأغثر من 12 قرنا فضلا عن تاريخها الأمازيغ الطويل وتتولى أمورها ملكية ومواطنة منذ أزيد من أربعة قرون في ارتباط قوي بين العرش والشاب والمغرب مستهدف أيضا لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار التي لا تقدر بثمن وخاصة في ذل التقلبات التي يعرفها العالم ورغم ذلك فالمغرب والحمد لله معروف بسمعته ومكانته التي لا نقاش فيها وبشبقة علاقات واسعة وقوية ويحظى بالثقة والمصداقية على الصعيد على الصعيدين الجهوي والدولي شابي العزيز يتعرض المغرب على غرار بعض دول الاتحاد المغرب العربي لأملية عدوانية مقصودة فأداء الوحدة الترابية للمملكة ينطلقون من مواقف جاهزة ومتجاوزة ولا يريدون أن يبقى المغرب حرا قويا ومؤثرا وقليل من الدول خاصة الأوروبية التي تعد للأسف من الشركاء التقليدين تخاف على مصالحها لاقتصادية وعلى أسواقها ومراكز نفوذها بالمنطقة المغاربية كما أن بعد قيادتها لم تستوعب بأن كما أن بعد قيادتها لم يستوعب بأن المشكل ليس في أنظمة بلدان المغرب العربي وإنما في أنظمتهم التي تعيش على الماضي ولا يستطيع أن تسايل التطورات وقد أبانت الشهور الأخيرة أن هذه الدول تعرف ضعفاً كبيراً في احترام مؤسسات الدولة ومهمها التقليدية الأساسية لذلك تريدون أن نصبح مثلهم من خلال خلق مبررات لا أساس لها من الصحة واتهام مؤسساتنا الوطنية بعدم احترام الحقوق والحريات لتشويش سمعتها ومحاولة المس بما تتميز به من هيبة ووقار إنهم لا يريدوا أن يفهموا بأن قواعد التعامل تزغيرت وبأن دولنا قادرة على تدبير أمورها واستثمار مواردها وطاقاتها لصالح شعوبنا لذا تم تجنيد كل وسائل الممكنة الشرعية وغير الشرعية وتوزيع الأدوار واستمال وسائل تأثير ضخمة لتوطريط المغرب في مشاكل وخلافات مع بعض الدول بل هناك تقارير تجوزت كل الحدود فبذل عن تدعو إلى دعم جهود المغرب في توازن بين دول المنطقة قدمن تصويرات بعرقلة مسيرته التنموية بدأوى أنها تخلق اختلالا بين البلدان المغاربية كما دبروا حملة واسعة لتشويه صورة مؤسساتنا الأمنية ومحاولة تأثير عن قواتها وفعاليتها في الحفاظ على أمن واستقرار المغرب إضافة إلى الدعم والتنصيق الذي تقوم به في محيطنا الإقليمي والدولي بأتراف عدد من الدول نفسها ورب دارة نافعة فأم أمرات أداء وحدثنا الترابية لا تزيد المغرب إلا إيمانا وإصرارا على مواصلة الدفاع عن وطنهم ومصالحهم العليا وهنا نؤكد بأننا سنواصل مسارنا أحب من أحب وقرها من كره رغم إنزاء رغم انزعاج الأداء وحز الأحاقدين شابي العزيز هناك من يقول بأن المغرب يتأرض لهذه الهجمات بسبب تغيير توجهه السياسي والاستراتيجي وطريقة تعامله مع بعض القضايا الدبلوماسية في نفس الوقت هذا غير صحيح المغرب تغير فعلا ولكن ليس كما يريدون لأنه لا يقبل أن يتم المس بمصالحه العليا وفي نفس الوقت يحرص على إقامة علاقات قوية بناءة ومتوازنة خاصة ما دول الجوار وهو نفس المنطق الذي يحكم توجهنا اليوم في علاقاتنا مع جاراتنا إسبانيا صحيح أن هذه العلاقات مرت في الفترة الأخيرة بأزمة غير مسبوقة هزت بشكل قوي الثقة المتبادلة وطرحت ساساؤلات كثيرة حوال مسارها غير أننا اشتغلنا مع الطرف الإسباني بكامل الهدوء والوضوح والمسؤولية فإضافة إلى الثوابث التقليدية التي ترتكز عليها نحرص اليوم على تأزيزها بالفهم المشترك لمصالح البلدين شارعين وقد تابعت شخصيا وبشكل مباشر سير الحوار وتطور عن مفاوضات ولم يكن هدفنا هو الخروج من هذه الأزمة فقط وإنما أن نجعل منها فرصة لإعادة النظر في الأسس والمحددات التي تحكم هذه العلاقات وإننا نصدى بكل صدق وتفاؤل لمواصلة الأمل مع الشرقاء مع الحكومة الإسبانية ومع رئيسها معالي السيد بيدرو سانشيز من أجل تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين على أساس التقاء والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات وهو نفس الالتزام الذي تقوم عليه علاقات الشراقة والتضامن بين المغرب وفرنسا التي تجمعني برئيسها فقامت السيد إيمانيو الملك روابط متينة متينة من الصداقة والتقدير المتبادل شابية العزيز إذا كانت ثورة الملك والشاب قد شكلت منعطفا تاريخه في طريق حرية المغرب واستقلاله فإننا اليوم ماما مرحلتنا الجديدة تتطلب الالتزام بروح الوطنية الحق لرفع التحديات الداخلية والخارجية ونغسلم هذه المناسبة لنترحم على أرواح شهداء الوطن الأبرار وفي مقدمتهم بطل التحرير جدنا المقدس جلالة الملك محمد الخامس ورفيقه في الكفاح والدنا المنعم جد الملك الحسن الثاني طيب الله طرعهما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلوس أكثر من مجرد خبر اشتركوا في القناة